مسلسل اميرة حيث احداث الحلقة الستاشر اللي بتبدأ باعبوت عبوت بيحرق غطرته وبيبقاش عارف بيعمل ايه بالزبط بعد كده بيدريع في هدومه علشان امه ما تزعقلوش اما بالنسبة لحصة فكانت متضايقة جدا مكشرة بالعرص امها بتقولها تحكي رؤية بالعرص وبتسأل شريفة اذا كانت سنجل ولا لا وحتى سألت منيرة وعمالة بتسأل كل الناس طبعا بتقولها شمعيل بطلت يسأل كل واحدة تشوفيها اذا كانت سنجل ولا لا عايزة ايه قالت مفيش انا بس بيدور على العروسة لضاري شو بتعتزل لفارس ان اللي هي عملته ده كان غيرة وبيقول لها ما توصلنيش لمرحلة اني اكرهك وبتستغرب جدا من تصرفاته وافعاله معاها وكلامه ام عبوت بتلبسه غطرة جديدة طبعا بعد ما لقت ان الغطرة بتاعته تحرقت والبشت حصة بتحس ان فيه مشكلة بالعرس وقال انا جدا وام عبوت شكل والشاعة ما يبشرش بالخير رؤيا بتقول لو اعرف حصة كنت اخدتها لابني ضاري امينة قالت كل شي اسمه نصيل فارس عمل بيتكلم مع نفسه وبيقول يا ريت اشوف امينة دلوقتي بالعرس اكيد شكلها جميل جدا اما فارس فبيوري الضاري عقد وبيقول له ان العقد ده ليكو باسمك بيت وبيقول له عشان تعرف ان انا مش نسيك واني بحبك زي ما بحب اخوك بالزبط مونيرة لما بتشوف المعرس بتتصدم جدا وبتقول له امها هو ده العريس اللي انت خدتين حصة قالت لها وماله اش زينه اش حالاته ماله حلوه وماله هدومه ام عبوت بتقول لي عبوت ده حصة براتك عرفها وعماله بتعرفه عليها وهو طبعا مكسوف وعمال كده بيعمل تصرفات غريبة وحركات غريبة بتخلي حصة تقلق جدا منه ومن كلامه الغريب ومن تصرفاته وبتبدأ عيني زعلانة جدا على نفسها وبتفضل تعيط الام بتسيبهم سوا وبتمشي عبوت بيقول لها انا لازم انا طبعا بتفضل تعيط وام عبوت بتطمن امينة وطيبة على بنتهم لكن امينة بتطلب تشوف حصة اختها لكن بتقول لها لأ معلش بكرا ان شاء الله تشوفيها طيبة بتقول لأمينة انا حاجة انا ما عندك اونسك بقى وحروح اجيب حبة اغراض من عندي قالت لها وماله تنوريني وتشرفيني وتقنسيني يا ريت طبعا تيكي تونسيني بتقول لها خلاص مريني اخد اغراضي واجي على طول عندك البيت علشان اعود معاكي لان خلاص حصة اتجوزت وحبق الوحدي بعد العرس فوز كانت موجودة مع مونيرة وعملين بيأكل وسوا وفوز بتستأزن وبتقول لها حتمشي قالت لها باتي حديكي بجمع وباتي قالت لها لا لازم اروح مونيرة طبعا شكت بوجود علاقة بين بدر وفوز علشان كده بتوقحها وبتقول لها انا هحط برنامج تتبع لبدر علشان خاطر اعرف مكانه فيه طبعا فوز بتقلق جدا وبتسيبها وبتمشي اما فارس بيسأل رؤية على امينة وبتوصل امينة من العرس وفارس بيقعد بصيرها نظرات اعجاب كده وبيقول لها لو محتاجة حاجة وبيعزمها بكرة على الغد هي وامها فارس معجب بجيء جدا بامينة ورؤية واغد بالها وقالت له معلش انا هكلمها لك بكرة على طول فوز بتكلم بدر وبتقول له ان امراتك نوية علنية وعايزة تحط لك برنامج تتبع وعايزة اشوفك دلوقتي حالا علشان اقول لك وكمان ياريت تروح تعود معاها اما بالنسبة ليه بدر بيقول لها ملكيش دعوة انتي وقولها طيب طيب انا جاي خلاص طيب بتقول لامينة شفت نظرات فارس لكي امينة بتقول لها ده عنده ثلاث ستات طيب قلت له ماله شكله كده عنده خير كتير وفلوس قلت لها انا كمان عندي خير بس انا محتاجة راجل في حياتي بتقول له ماله امينة بتقول انها شكلها حبة فارس من اول نظرة عجبها من اول يوم شافته فيها اما فارس فبيبعت رسالة صوتية لامينة بيقول لها انهاردة كنت جميلة جدا ومستنيك يا بكرة على الغداء حصة قعدة وعبوت عمال ناين في السرير وبيتكلم ويقول حصة حلوة وانا بستقلس لما بشوفك يا حصة حصة قعدة على الكرسي ولبسة طرحة وزعلانة جدا على حالها وعمالة بتعايد وتخلص الحلقة على كده وده كان احداث الحلقة الستاشر من مسلسل امينة حايف